موسيقى نشعة مفصلة للأخبار نستهلها بأبرز العنوين وإلى الحكم شهيد برصاص الاحتلال في نابلس وقيادة الجيش تتحدث عن وضع مقلق في تل أبيب وتدعو إلى تأجيل التشريع القضائي موسيقى دعوات إلى مواقف عربية ودينية موحدة في مواجهة تدنيس القرآن الكريم وتظاهرات في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف الشريك في كوبنهاج موسيقى سلطات القرم تعلن تعرض شبه الجزيرة لهجوم بالمسيرات الأوكرانية وعودة الجسر إلى العمل بعد أيام على هجوم بحري موسيقى بثاني تجربة خلال أيام كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر الأصبار موسيقى موسيقى أهلا بكم استشهد الشاب الفلسطيني فوز هاني مخالفة البالغ 18 عاما برصاص الاحتلال فيما أصيب الشاب محمد عمر مخيمر قبل اعتقاله قوات الاحتلال استهدفت من مسافة قريبة المركبة التي كان يستقلها الشابان في بلدة سباستيا شمال غرب نابلوس ثم حاصروها ومنعوا سيارات الإسعاف من الاقتراب منها ما أدى إلى استشهد مخالفة وأظهرت المشايد كثافة النيران التي تعرضت لها السيارة استشهاد الشاب مخالفة يأتي بعد ساعتنا على استشهاد الشاب محمد فواد البايض من مخيم الجلزون وإصابة العشرات خلال قمع جيش الاحتلال تظاهرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية وزارة الصحة أعلنت أن إصابتين بجراح خطرة برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن وأصلت إلى المستشفى الاستشاري خلال التصدي لقوات الاحتلال في قرية أمصفة قبل ارتقاء أحدهما شهيدا ومن وضع مقلق في إسرائيل حذر وزير الأمن الإسرائيلي أفغالنت بعد إعلان المئات من طياري السلاح الجو وأفراد الطواقم العاملة وقف الخدمة بالجيش احتجاجا على التعديلات القضائية ودعا غالنت إلى تأجيل التصويت في الكنيسة على إلغاء بند المعقولية في التعديلات القضائية وكان غالنت قد أعلن عن اتخاذ إجراءات للتوصل إلى توافق واسع وضمان الأمن مع ترك الجيش بعيدا عن الخطاب السياسي وفي سياق متصل دعا اللواء في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي طرس رئيس الوزراء إلى وقف ما وصفه بالجنود نحن محبطون تماما وقد فقدنا كل أرصداتنا بطريقة ممنهجة وينتظرنا على الطريق مزيد من الإحباط فما يصيب الطيارين من الإحباط وما يعقبه من تهجم عليهم يفاقم الوضع ببساطة لا أحد يتحلى بحس المسؤولية أستغرب لملاعك سوغلانت واتساح هينجبي حقيقة ما يجري لرئيس الحكومة المنفصل عن الواقع فنحن نسرع نحو الهاوية نحن في تحطم شامل وهذا لا يقاس بالأرقام هذا يقاس بالمشاعر والعواطف ومن يفعل ذلك أشخاص لم يخدموا في الجيش اليوم ستة في المائة فقط من السكان يؤدون خدمة الاحتياط ونحن الآن نتهجم على هؤلاء الستة في المائة أقول لرئيس الحكومة أوقف هذا الجنود تعليقا على تدنيس المصحف الشريف كوبن هاجن أكد المتحدث باسم الخارجي الإيراني ناصر كان عني أن حكومة الدنمارك مسؤولة عن إيقاف الأعمال المهينة بحق المصحف الشريف ومحاسبة الفاعلين كان عني وفي بيان لفت إلى أن طهران وضمن اتصالاتها الدائمة مع الدول الإسلامية تواصل مسعيها وإجراءاتها لمواجهة جهل القرن الحادي والعشرين الذي يسادف الكرامة الإنسانية تحت راية حرية التعبير الغربية واجدد كان عني تأكيد ضرورة اتحاد جميع الحكومات والشعوب المسلمة واتبع الديانات السماوية لمواجهة أي تعد على المصحف الشريف بشكل جديد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف دان بشدة استعداد الحكومة السويدية لإهانة القرآن الكريم مجددا وأكد في الجلسة العلنية للمجلس أن السويد غير صادقة في مزاعمها حول رفض هذا الفعل ولم تتخذ إجراءات مؤثرة للحلول دون وقيع هذا النوع من الأفعال قليبوف قال إن جرح مشاعر المسلمين في العالم والمسة بعقائدهم لن يمر من دون عواقب وعلى الحكومة السويدية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الفعل وشار إلى أنه يجب على جميع الحكومات الإسلامية والشعوب المسلمة الاتحاد للدفاع عن المقدسات في الوقت الذي ما زالت مشاعر المسلمين متأججة من جراء أحراق نسخة من المصحف في السويد أحرق مواطن دون ماركي نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن واحتجاجا على الفعل المشين توجه متظاهرون عراقيون إلى المنطقة الخضراء في بغداد بالاحتجاج أمام السفارة الدون ماركية وعبرت الحشود الغاضبة جسر الجمهورية باتجاه السفارة واستحالة من الاستياء والاستنكار الشديدين حصلت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية التي حاولت منع المتظاهرين عبور جسر الجمهورية وصولا إلى المنطقة الخضراء هذا وفرقت القوات الأمنية العراقية عشرات المحتجين المناصرين لزعيم التيار الصدري العراقي مختدى الصدر الذين حاولوا دخول المنطقة الخضراء في بغداد في تحرك جديد ضد تدنيس المصحف الشريف مئات المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية هاتفين نعم نعم للقرآن إلى ذلك دانت وزارة الخارجية العراقية لإساء التي تعرض لها المصحف الشريف في الدنمارك والمتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال إن بغداد تدين بعبارات شديدة ومكررة لإساء التي تعرض لها القرآن الكريم أمام مبنى سفارة جمهورية العراق في الدنمارك مؤكدا أن الخارجية العراقية تتابع تطورات هذه الوقائع واصفا إياها بالشنيعة وقال الصحاف إن هذه الأفعال لا يمكن وضعها في سياق حق تعبير وحرية التظاهر لافتن إلى أنها تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة ومن بغداد ينضم إلينا مراسل الميدين صلاحة الخزاعي مرحبا بك صلاح فيما يتعلق بالتحركات الجماهرية المناهضة للإساءة للمصحف الشريف هل ما زالت تشهد شوارع بغداد هذه التحركات باتجاه المنطقة الخضراء نعم مروان التجمعات المناهضة للإساءة للمصحف الشريف كانت قد استمرت يوم أمس وكان من المقرر تنظيميا أن تنطلق وما زال الموعد قائما في السادسة من مساء اليوم تظاهرها في ساحة التحرير تندد بالإساءة للمصحف الشريف وتستنكر المواقف التي سمحت بها المملكة السويد للاعتداء مرة ثانية على المصحف الشريف ولكن تفاعلت مساء الجماهير وانطلقت باتجاه المنطقة الخضراء بعد أن تجمعت في ساحة التحرير على الأنباء التي أكدت تكرار حادثة حرق نسخ من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغين وشهدت أيضا تجديد من القوات الأمنية على طرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الدنماركية التي أيضا شددت القوات الأمنية الحماية في محيطها الخارجية العراقية أيضا وجهت خطابة للبعثات الدبلوماسية في بغداد بأنها ملتزمة باتفاقية فيينا بين الدول وأنها ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية ولكنها أيضا شددت كما تلوت قبلا بيان الخارجية بأن هذه الوقاعة الشنيعة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لأنها الخارجية تعبر عن قيم أخلاقيات الشعب العراقي بالتالي هذه كلها تعتبر تجاوزات وإساءات وهي تريد أن تأخذ هذه البلدان مسؤوليتها ودورها في وقف خطاب الكراهية والإساءات التي يعتبرها الشعب العراقي موجه إليه مباشرة خاصة أنها ترفق بالعالم العراقي إذن التجمعات مستمرها هنا السؤال الذي يطرح نفسه صلاح يعني في المنظور أن تكون هناك صلاح هنا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا العراق هناك أكثر من خمسين دولة إسلامية واثنين وعشرين دولة عربية ولكن العراق الآن هو من يتصدر المشهد سواء لناحية تحركات الجماهرية أو حتى لناحية الاستفزازات من قبل من يقومون بحرق المصحف الشريف ويحرقون مع العالم العراقي يعني مروان ربما لأن العالم العراقي يرفق أحمد أحمد ربما يعني العالم العراقي الذي يرفق مع هذه النسخة تاليا لأنه يبدو أنه يعني جذور من قام بهذه الفعلة هي يعني أصوله عفوا عراقية ربما يعني هناك الكثير من العوامل ولكن في العراق يعني المصحف الشريف هو كتاب مقدس دستور لا يعني لا يسمح العراقيون أبدا بالتعدي عليه ويعتبروه تعديا عليهم يضعوه في أولوياتهم بالتالي يعني يتحركون سريعا عند ردود أفعالهم سريعة لا يتوقفون يعني لا يقتنع لا تقتنع الجماهير ببيانات الاستنكار والإدانة وتريد مواقف أشد يعني مثل ما تابعنا أيضا حتى قال يعني الحكومة العراقية يعني اتخذت موقفا من البعثة السويدية بأنها طلبت من البعثة مغادرة بغداد وسحب القائم بالأعمال هذه يعني حتى هذه الأحمد لم تهد من الشارع وبقى مجتمرا في يعني إظهار استنكاره يريد موقفا من يعني منع تكرار هذه الإساءات للمصحف الشريف وصلاح طبعا هذا الأمر بات مطلب الشارع العربي والإسلامي بشكل عام شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل المدين صلاح الخزعي واحتجاجا على الإساءة إلى المصحف الشريف قامت مواطنة سويدية من أصل عراقي بحرق جواز سفر السويدي وظهرت المواطنة في تسجيل مصور من العراق ويتقول إن القرآن أحرق بحراسة الشرطة السويدية وموافقتها وضافت لا نأتشرف بعد الآن بالذهاب إلى السويد وقامت بحرق الجواز في خطوة احتجاجية واليوم أنا راح أحرق جوازكم وما أتشرف بحياتي أزول هذه الدولة بعد حسبي الله ونعمل وكيل على كل شخص يحرض على الإنصرية ويحرض على هذه الأشياء وهذا الجواز السويدي اللي ما أتشرف بحياتي بعد أرجع للسويد وهذا جوازكم كما تشوفون وفي لبنان اعتصامات ووقفات احتجاجية في مناطق مختلفة استنكاراً ورفضاً لتدنيس المصحف الشريف في السويد والإساءة إلى المقدسات عبا الصباح والتفاصيل أنا بدأيهم يجيبوا معهم المصاحف في يوم غد يجب أن يوى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه هنا سوف نصون كتاب الله هكذا كانت الاستجابة لنداء السيد حسن صلى اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام المساجد وسط غضب لتدنيس المصحف الشريف في السويد ندعو الحكومة اللبنانية إلى طرد السفير السويدي من لبنان واعتباره شخصاً غير مرهوب به واسترجاع السفير اللبناني في السويد وقطع كل أنواع العلاقات مع هذه الدولة لكي يكون ذلك عبرة للجميع الوقفات الغاضبة نظمت في بيروتا وضاحيتها الجنوبية وعدد من المناطق اللبنانية الله أكبر نظمت في هذا القرآن الكريم أذل الكفار والمشركين ما حصل الذي اشتعل عائل الإسلامي كله لأنه الموضوع مش موضوع شخص ما عدوه ما قيمة لأك في قرار كما رأيتم في سماح وحماية أما في شمال لبنان فقد تجمع المحتجون في أكثر من منطقة احتجاجاً على تدنيس المصحف الشريف رافضين سماح الحكومة السويدية بإهالة المقدسة على الشعوب الإسلامية أن تعمل على مقاطعة كل ما يمط بصلة إلى هذه الدول التي تسيء إلى قرآن في لبنان ترقب لإجراءات حكومية مماثلة لما قام به العراق وسط دعوات لمزيد من الاحتجاج استنكاراً لإحراق المصحف الشريف في السويد كانت هذه الوقفات الاحتياجية في أكثر من منطقة لبنانية وسط دعوات لطرب السفين السويدي من بيروت واستدعاء السفين لبناني من السويد عباس صفام من الضاحية الجنوبية لبيروت المادي إساءة ثانية تتعرض لها المقدسة الإسلامية في العاصمة السويدية السوكولم خلال عشرين يوماً إساءة بخلفيات هدفها الزراع الأديان وخصوصاً الإسلام دفع جماهير حاشدة إلى الخروج في عدد من الدول العربية والإسلامية تنديداً بفعل الاعتداء تقرير محمد درويش هذا المصحف سنحميه بقلوبنا ودمائنا وفوق رؤوسنا ننصبه تاجاً وفخراً نسير به حاملين لافتات التضامن ونرفع أخرى في وجه مفتعلي الإساءات والاعتداءات هي مخططات السويد التي روجت لفعل الاعتداء تعثرت أمام الحشود الجماهيرية التي خرجت في الدول الإسلامية رفضاً للاعتداء المتكرر على الديانة الإسلامية ومقدساتها شعارات متنوعة دعت إلى قطع العلاقات مع الحكومة السويدية التي شرعت باب الفوضى الدينية القاتلة خلال الإساءة الأولى التي لم تكن تبعاتها الرسمية في الدول الإسلامية بمستوى الإساءة نفسه ما شجع المعتدي وداعميه على التمادي بفعل الإساءة وارتكابها للمرة الثانية اعتداء ثاني تفاوتت إزاءه ردود الفعل عربياً وإسلامياً فيما كانت خطوة العراق الأكثر تقدماً لجهة طرد السفيرة السويدية رمى المتطرف العراقي سلوان موميكا مجدداً سخرة مخاطبة الغرائز الطائفية في مياه الديانة الإسلامية الساكنة خارقاً حدود المحاذير الدينية بمؤزرة عناد وإصرار السلطات السويدية على ممارسة فعل الإساءة لنسخة من المصحف الشريف هو تكرار لاستفزاز شاء جعل من هامش المصادفة البريئة لحدوث الاعتداء ضيقاً للغاية ومع فشل فعل الإساءة الأولى في إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين دخل فعل الإساءة الثاني في محاولة أخرى للدفع في الاتجاه نفسه محاولات أثبتت وجود عدوان منظم هدفه ازدراء الأديان وخصوصاً الإسلام وصرف الأنظار عن المستفيد الأكبر وهو كيان الاحتلال الغارق في أزمته الداخلية جريمة الاعتداء على المقدسات الإسلامية لا تنفصل عن السياسة الغربية التي تتقن ممارسة ازدواجية المعايير هو الغرب الذي يريد العالم على صورته ويتعامل بعنصرية مع الآخر ويستهدف مقدساته وهو الغرب أيضاً الذي يعتبر انتقاد إسرائيل جريمة ومعاداة للسامية فيما يكرس الكراهية ضد أمة بكاملها حملات ترحيل جديدة للسوريين من تركيا إلى شمال سوريا خوافل الترحيل تنسجم مع تعهدات الرئيس رجل طيب أردوغان الانتخابية قبل استحقاق الانتخابات المحلية وفي ظل مشروع تغيير ديمغرافي في الشمال السوري تقليل محمد الخضر مشهد ترحيل أكثر من مئة سوريا عبر باب السلام مرشح للتكرار تحت مسميات كثيرة فسلطات الهجرة التركية رحلت مئات السوريين منذ مطلع تموز يوليو الجاري بضرائع مخالفات شروط الإقامة وتصاريح العمل لكنها عنوين لا تغطي هذا العدد المتوقع مضاعفته ضمن خطة حزب العدالة والتنمية لترحيل مليون سوريا ضمن تعهداته الانتخابية هذه العملية ستكون من أجل الاستثمار الانتخابي ومن أجل أيضا تحقيق أهداف للنظام التركي باستكمال عملية التغيير الديمغرافي لإخراج المواطنين السوريين الذين يرفضون النهج التركي في محافظة إدلب تغيير ديمغرافي ينطلق من جوهر خطة أنقرة لإقامة نحو 240 ألف وحدة سكنية شمال سوريا بتمويل من جمعيات قطرية وكويتية وحدات سكنية أنجزت وأخرى يجري العمل عليها بإشراف تركي أو مجالس محلية مدعومة من أنقرة في بلدات إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين تسفير التدريجي خلينا نقول لهؤلاء هي إشارة لكل من تبقى أن في الناتج الكل سيخرج من تركيا باستثناء الذي منحهم الجنسية التركية وهم من النخب أعتقد أصحاب الشهادات العليا وأصحاب رؤوس الأموال الحكومة السورية تنظر بهذا الأمر على أنه مطلوب إنجاز اتفاق سوتي هذه خطوة من خطوات اتفاق سوتي إن كانت أخراج هؤلاء ومرحلة ثانية أخراج المسلحين أيضا من سوريا بحسب التصريحات التركية يزيد عدد السوريين على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شخص ممن لديهم وثيقة الحماية المؤقتة عاد منهم حتى أيار مايو الماضي أكثر من خمسمائة وخمسين ألف شخص إعادة طوعية نظريا فقط في ظل عشوائية الترحيل واقتضاد الشمال السوري بمئات ألاف الأشخاص ما يجعله غير قادر على استيعاب الآتين الجدد معطيات تجعل ترحيل السوريين يندرج في إطار الاستثمار الانتخابي التركي بالدرجة الأولى حمد الخضر دمشق الميادين أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف أن الجيش الأوكراني حاول شن هجوم باستخدام طائرات مسيرة على مرافق البنية التحتية في القرم وأكد أكسينوف أن جميع المرافق المتخصصة لا تزال تعمل موضحا أن موظفي وزارة الطوارئ يعملون في المواقع المستهدفة لإزالة العواقب المحتملة هذا وأعلن سلطات القرم عودة حركة المرور على الجسر بعد أيام على هجوم بحري أكد نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي ديمتري بوليانسكي أن أي سفينة تبحر حاليا في البحر الأسود ستعتبر ناقلة للسلاح محذرا من خطورة الملاحة فيه بيتنا نعرف الآن لماذا لم يكن الغرب ينوي تطبيق مذكرة التفاهم بشأن الحبوب والأسمدة كما لم يكن ينوي تطبيق اتفاقات مينسك كان المطلوب إلينا أن نطبق اتفاقات إسطنبول فحسب ويحتالون على روسيا وهم يحملوننا المسئولية عن المتاعب التي تواجهها الدول الأفريقية ودول العالم التي استنسف الغرب خيراتها وتركها فريسة الحرب والجوع والتشرد وإذا كنا سنعود إلى الاتفاق فمن الضروري أن يجري تطبيق كل البنود المتفق عليها في إسطنبول بدوره أكد نائب وزير الخارجية الروسية أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها حتى لا تتأثر الدول الأفريقية بتبعات إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب وأرجح دبلوماسي الروسية البحث عن ممرات أخرى للحبوب مسألة الطرق هي في الغالب مسألة لوجستية وتقنية سيجري العمل عليها جميع إمداداتنا المجانية من الأسمدة التي كنا نحاول تأمينها للبلدان الأفريقية استغرقت وقتا طويلا للاتفاق عليها وتنسيقها أجري اتصالان جادان على الأقل من هذه الإمدادات مع البلدان الأفريقية أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سيليفان أن واشنطن لا تخطط لتغيير النظام الروسي مضيفا أن إجراء محادثات نووية مع الصين نمر ضروري سيليفان قال خلال مشاركته في منتدى أسم للأمن إن مجموعة فاقنا الروسية لم تعد تقاتل في أوكرانيا حاليا موضحا أن بلاده ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في غضون أسابيع نحن حاليا بصدد العمل مع زملائنا في هولندا ورومانيا والدنمارك والنروج ودول أخرى لإنشاء المواقع وتحديد الطيارين وبدء التدريب لا يمكنني تحديد موعد دقيق لكن الأمر هو مسألة أسابيع لأشهر فتدريب الطيارين مهمة محقدة للغاية تقسم قصير بقمانة من جديد أهلا بكم أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بحسب ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وذكرت وكالة ينهابا كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية وذلك بعد أيام على إطلاقها صاروخين باليستيين في موازات ذلك طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إلى الصين المساعدة في منع كوريا الشمالية من استخدام المياه الإقليمية الصينية للتحايل على عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على قطاع النفط صفراء هذه الدول في المنظمة الدولية دعوا في رسالة إلى نظيرم الصيني للمساعدة في وقف الأنشطة البحرية لكوريا الشمالية وللعمل على تفتيش السفن الكورية بحثا عن أدلة على الاتجار غير المشروع بالنفط الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون كده موقف بلاده الدائمة لوحدة الصين في الستينيات وفي السبعينيات نحن نظرنا مع أصدقائنا الصينيين كثير لعودة الصين إلى الأمم المتحدة وصبحت الصين وحدة موحدة عضو في الأمم المتحدة كل أراضيها الأخرى تابعة للصين هذا هو ما بدأنا ومن تغيرش منذ 1971 وقع الرئيس البرازيلي لويسي ناسو لولا داسيلفا مرسوما تنفيذيا يأحد من قدرة المدنيين على امتلاك السلاح وجاءت خطوة داسيلفا للحد من تملك المدنيين الأسلحة النارية وهو الأمر الذي كان منتشرا في عهد الرئيس السابق جير بولسونارو كما نقل لولا مسؤولية السيطرة على الأسلحة المدنية من الجيش إلى الشرطة الفيدرالية من حق المواطن الاحتفاظ بسلاح في منزله بهدف السلامة ولكننا لن نستطيع السماح بوجود ترسانة من السلاح في أيدي الناس سنواصل السعي إلى جعل المجتمع غير مسلح فمن يجب أن يكون مسلحا جيدا هي الشرطة والقوات العسكرية تشهد إسبانيا غدا لأحد انتخابات مبكرة وسط حديث عن تقدم حزب الشعب اليميني القومي على الاشتراكيين من يسار الوسط انتخابات قد تعكس نتائجها تغييرا على الاتحاد الأوروبي بأكمله يتوجه الناخبون الإسبان إلى سندق الاقتراع يوم الأحد في انتخابات مبكرة قد تشهد عودة اليمين القومي إلى السلطة للمرة الأولى منذ حقبة فرانكو استطلاعات الرأي الجديدة تظهر تقدم حزب الشعب اليميني على الاشتراكيين من يسار الوسط الذين تولوا السلطة في حكومات ائتلافية على مدى السنوات الثماني الماضية ولكن إذا فاز حزب الشعب بالانتخابات المقبلة لن يستطيع تأليف الحكومة الجديدة لوحده ومن المرجح أن يحتاج إلى دعم من حزب فوقس القومي تطور لحق بالجبهة اليمينية التي انطلقت عام 2013 بدأ في 2018 أي بعد سنة من التظاهرات التي طالبت باستقلال إقليم كتالونيا بقيت إسبانيا لفترة طويلة من الزمن من الدول الأوروبية القليلة التي لا يسمع فيها أصوات اليمين القومي ولكن انتخابات عام 2019 غيرت هذا الواقع بعدما فاز حزب فوقس اليميني القومي بـ 52 مقعدا من أصل 350 في مجلس النومي ومع ترجيح استطلاعات الرأي أن ينال فوقس مقاعد إضافية في البرلمان قد تنجح الجبهة في الوصول إلى الحكومة لتتشارك مع الحزب الشعبي في مجلس الوزراء في مقابل تراجع شعبية الأحزاب الاشتراكية وفي قراءة لانعكاسات الانتخابات الإسبانية على أوروبا عموما نشر أخيرا مقال في مجلة الديمقراطية أشار عالم السياسة الألماني مايكل برونين من خلاله إلى انهيار الثقة في المؤسسات السياسية الذي يتفاقم بسبب الافتقار غير العدي للتفاؤل الذي يشعر به كثيرون في الرأي العام الأوروبي وأضاف أنه في مثل هذا الفراغ الكئيب يقدم أنصار اليمين القومي جاذبية أبسطة وعاطفية من نذرائهم وأن الأكثر وضوحا اليوم أن اليمين القومي في أوروبا يجد نفسه أقرب إلى القوة والنفوذ القري أعلنت السلطات الأمريكية أن الموجة الحارة القياسية التي تضرب جنوب الولايات المتحدة ستمتد إلى أنحاء أخرى في البلاد وأن نحو 80 مليون أمريكي سيواجهون درجات حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية ويعاني ثلث الأمريكيين طقسا قاسيا ولا سيما في الجنوب والجنوب الغربي وضربت العواصف الرعدية العنيفة وسطا للبلاد ما أدى إلى تساقط حبات البرد وبعضها كان بحجم كرة الطاولة هذا فيما تهدد الأمطار الغزيرة بحصول فيضنات في مناطق الساحل الشرطي كشفت دراسة جديدة أن ما يقرب من ثلث سكان باريس معارضون لخطر الوفاة بشكل كبير بسبب موجة الحر الشديد وبحسب صحيحة دا غاردين لبريطانية تقول الدراسة إن العاصمة الفرنسية غير مجهزة للتعامل مع درجات الحرارة القصوى نظرا لكثافة الوحدات السكنية ومحدودية الوصول إلى المساحات الخضر وتلوث الهواء وعمر السكان الذي يزيد على ستين عاما سجلت الليرة السورية أسوأ حالة لها منذ سنوات في ظل العقوبات وتبعات الزلزال التي فاقمت من سوء الواقع وهو من عكس على الأسواق وقدرة التجار والصناعيين على مواجهة تداعيات العقوبات التفاصيل في التقرير التالي لرضى الباشا ما يزيد على 50% خسرت الليرة السورية من قيمتها في الشهرين الماضيين في أسوأ انهيار تشهده منذ صيف عام 2020 متجاوزة حدود عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد واقع رافقه شاللونش بهتام في أسواق البلد ما اشتغلت ما استفتحت لا لا ما استفتحت جاي من الصبح من الساعة تسعر لا لا ما استفتحت المحلات ما عبت بيع ونحنا ما عم نشتغل انهيار سعر الصرفي ينسبه البعض إلى ضعف الانتاجين الزراعي والصناعي في ظل تحديات فرضتها تبعات الزلزال والعقوبات والحصار إلى جانب مضاعفة الأعباء على أصحاب الاستثمارات في ظل ارتفاع غير مسبوق في الضرائب المفروضة على الصناعيين والتجار حركة الدهب بسرعة عامة تماما ضعيفة جدا جدا لأن القوة الشرائية لا عادت مهير موجودة بسبب غلاء الدهب أول شيء وتاني شيء بالنسبة للمساغ صار المساغ رأم كبير على المواطن تمام لماذا سافروا؟ بس أسأله أنت لماذا سافروا؟ لأني أمبر ومباريشوا؟ رأى ضرائب زيادة أنا عندي زيادة يقف التجر والصناعي عاجزين أمام واقع صعب ومعقد فما أنتجته الحرب والحصار والعقوبات الغربية ضعفت تبعاته القرارات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها اللجان الاقتصادية المعنية لتزيد من معاناة واستنزاف القطاع الاقتصادي السوري طالما هناك عدم وجود انتاج محلي فدائما سوف نواجه مشكلة انهيار مستمر في سعر الصرف السبب نحتاج لاستيراد السلع بكامل أنواعها من الخارج وهذا يعني خروج النقد الأجنبي خروج النقد الأجنبي عدم تعويضه إلا من الأسواق الداخلية والخارجية في إبداله بالعمل السوري وبالتالي هناك انهيار دائما عرض من العمل السوري وطلب على العملات الأجنبي بالتالي دائما في انهيار عجز اقتصادي يعد الأقصى منذ بدء الحرب السورية في ظل مخاوف من فقدان السيطرة على سعر الصرف ما قد يدخل البلاد في متاهات فقدان الثقة بالليرة السورية على نحو مطلق شلال شبوتام تعيشه أسواق العاصمة الاقتصادية السورية حلب وأسواق البلاد عامة في ظل قرارات اقتصادية تتخذها الحكومة واتخذتها سابقا يصفها التجار والصناعيون بأنها أفقدتهم القدرة على الاستمرار في سوق الاستثمار والإنتاج خاصة في ظل تفاقم تبعات الحرب والعقوبات والزلزال رضا الباشا حلب الميادين مثل الكود إبوار مقصدا للطلاب الأجانبي ولسيما الأفارقة للدراسة فيها حيث تعمل الحكومة الإبوارية على تعزيز وتطوير واقع الجامعات لجعل البلاد مركزا للتعليم المعالي في غرب أفريقيا تقريب علي مرتبطة شكلت الجامعة الإبوارية منذ سنوات عمل جذب للطلاب الأجانب ولسيما من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء وحتى من الدول المغاربية حيث تعتبر هذه الجامعات من أنجح المؤسسات في غرب أفريقيا الطلاب الذين يتخرجون هنا يخبروننا حينما يعودون إلى بلدانهم أنهم استفادوا كثيرا ووجدوا وظائف محترمة في الاختصاصات التي درسوها جئت لأدرس الصحافة في قدفوار ففي قسم الأعلام تعتبر أبيجان رائدة وقد كانت الخيار الأفضل لي للدراسة خارج الجابون عديدون في بلاد درسوا وتخرجوا في الجامعات الإبوارية رغم أن الحكومة الإبوارية تواجه مشاكل في استعاب ما يقارب 70% من الطلاب الإبواريين الجدد بسبب نقص البنية التحتية الجامعية فإن السلطات الإبوارية تسعى بشكل حتيث إلى تهيئة الظروف اللوجستية لاحتضان الطلاب الأجانب وتسهيل التحديات التي يواجهها هؤلاء الطلاب خلال دراستهم في البلاد عندما قرر عمي إرسالي إلى هنا لمتابعة دراستي قال لي أن الدراسات العليا في الإعلام بأبيجان هي من الأفضل في أفريقيا ولهذا أتيت لم أتوقع أن أتخلم بشكل سهل ما هو صعب هنا هو السكن خلال دراستي بدأت بالتأقلم وأنا أدرث الآن الصحافة أيضا لم أواجه أي مشاكل وكان الأمر سهلا حتى بعد تخرجي بقيت هنا وتزوجت ولدي أولاد هنا حينما أكون في توغو ينادونني بالإبواري وحينما أكون هنا يعتبرونني من توغو أنا أرى نفسي أن تمي إلى البلدين رغم العراقيل اللوجستية التي تواجهها الجامعات الإبوارية بسبب الإقبال الكثيف للطلاب الإبواريين والأجانب للدراسة فيها فإن السلطات الإبوارية تعمل على تطوير قدراتها الاستيعابية في الجامعات لتكريس البلاد قطبا أساسيا في مجال التعليم العالي في منطقة غرب أفريقيا علي مرتضى كوكودي المياد مرض ارتفاع ضغط الدم قد ينتهي بحقنة كل سنة ستة أشهر بحسب آخر الاكتشافات الطبية فهل نحن أمام اكتشاف ثوري ينقذ مئات الملايين حول العالم؟ يضطر المرضى المصابون بارتفاع ضغط الدم إلى تناول أقراص يومية طوال فترة حياتهم لمعالجة هذا المرض وهو ما يعد أمرا مرهقا نظرا إلى أن الإنسان بشكل عام معرض للنسيان لكن اكتشافا طبيا جديدا قد يمثل ثورة في علاج نحو مليار وثلاثمائة مليون شخص في العالم مصابين بهذا المرض حقنة جديدة تعطى مرة كل ستة أشهر يمكن أن تلغي الحاجة للأقراص اليومية وتشكل علاجا ثوريا لخفض ضغط الدم المرتفع المستمر من خلال عقار جديد يسمى زيلا بي سيران الدواء الذي طورته شركة أدوية أمريكية جرت تجربته سريريا من قبل فريق دولي في مراحل مبكرة عبر أربعة مواقع في المملكة المتحدة التحليل كشف أن المرضى الذين تلقوا الدواء الجديد شعروا بانخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي التي يدفع بها القلب الدم للخارج فيدور حول الجسم والتي استمرت حتى ستة أشهر الدراسة وجدت أن الانخفاض في ضغط الدم الذي لحظ لدى المرضى الذين علجوا بالدواء الجديد كان ثابتا على مدار أربع وعشرين ساعة اكتشاف سيساعد بحسب الأطباء في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج الذي يظهر مع الأدوية الحالية فيما ستركز المرحلة التالية من التجارب السريرية على تطوير بيانات سلامة قوية وإثبات أوسع للفعالية نصل إلى ختام هذه النشرة مشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز العنوي شهيد برصاص الاحتلال في نابلس وقيادة الجيش تتحدث عن وضع مقلق في تل أبيب وتدعو إلى تأجيل التشريع القضائي دعوات إلى مواقف عربية ودينية موحدة في مواجهة تدنيس القرآن الكريم وتظاهرات في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف الشريف في كومنهاجين سلطات القرم تعلن وتعرض شبه الجزيرة لهجوم بالمسيرات الأوكرانية وعودة الجسر إلى العمل بعد أيام على هجوم بحري في ثاني تجربة خلال أيام كوريا الشمالية تطلق صوريخة باليستية باتجاه البحر الأصفر المزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين الكرام تجدون على صفحات المادي من نتب اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية نعمقاكم على اشتركوا في القناة